السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي و مطبخ ايمان عاطف لو مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ واكل الضيت ما تنسيش تشترك بالقناة و تفعل اول جرس عشان يوصلك كل اشعاراتي الجديدة النهاردة نساء الله هقدم معيكو الاطايف لكل انواع الضيت و للكيتو تعالوا مع بعض نشوف عملناها ازاي بكل سهولة وهنحسب كمان السعرات الحرارية لكل قطعة معي معلقة من الزبادي العادي او الزبادي اليوناني هضيف عليها بيضة وكمان هضيف فانيليا وهنضيف كمان جرام من سكر الضيت انا مستخدم السكر ده هقلب كده البيضة مع الزبادي سواء معلقة الزبادي اليوناني او الزبادي العادي طبعا لو كيتو يبقى معلقة من الزبادي اليوناني طبعا القطايف دي مناسبة ان شاء الله كمان لمرضة السكري ضفت كمان معلقة من زبدة الفول السوداني وهقلبها بالشكل ده نقدر نستبدل معلقة زبدة الفول السوداني بمعلقة زبدة لوز او معلقة زبدة اي نوع من انواعين مكسرات او حتى معلقة من الطحينة اللي هي الراشي بعد ما القوان بقى كده هجيب الطاصة وهدي هنا دهنة بسيطة من الزيت وبالمعلقة كده وهبتزي ان هنا انا انازل القطايف طبعا القطايف بتستوي على ناحية واحدة مش الناحيتين عشان احنا لسه هنحط فيها الحشوة فنقدر ان احنا نقفلها بكل سهولة دلوقتي انا حطتها على الطاصة النار الاول بتكون وسط وبعد كده بوضت النار اول ما لقيها فصلت من الطاصة هشيلها على طول مش هقلبها على الناحية التانية زي ما قلتلكم بتاخد حوالي دقيقتين كده على نار هادية وبعد كده بشيلها من الطاصة بتبقى بالشكل اللي احنا هنشوفه ده دلوقتي طرية اهي بنشيلها وبنعمل المقدار ده معلقة زبدة الفلوس سوداني طلعتلي ما شاء الله خمس وحدات من القطايف هحط كمان معلقة طبعا احنا هنحشيها اول ما هتطلع على طول وهي سخنة علشان تتقفل معايا بسهولة يعني ما ينفعش ان احنا نسيبها تبرد وبعدين نروح حشينها اول ما تطلع من الطاصة هنحط فيها الحشوة دي كمان انا سايبها بصوا الفقاقية دي اول ما هنشوفها كده هنروح مطلعينها على طول بنشيلها هي بالسباسولة بتطلع بكل السوء طبعا انا ده هنقل الطاصة زيت بسيط انا حشيها هنا لوز مجروش تقدروا انتو تحشوها الحشوات اللي تحبوها وبقفلها على طول بشكل ده بتقفل معايا عايزين بقى تشوحوها تاني في الفرن تحطولها مثلا معلقة من السمنة البلدي صغيرة او تحطوا للكمية كلها معلقة من الزيت صغيرة او تدخلوها مثلا الفرن او تشوحوها على الطاصة تاني بعدا ما تحشوها وتقفلوها بس هي طعمها كده كان جميل والتحلية بتاعتها مصبوطة انا حتى يعني جرام من سكر الدايت نوكيل كان جميل جدا والتحلية مصبوطة طعمها رائع يعني عايزين برضو تستبدلوا معلقة زبدة الفلوس سوداني معلقة من الطحينة او معلقة من زبدة اللوز او معلقة من زبدة البندق زي ما تحبو انا كمان حشتها اللوز مجروش عايزين تحشوها زبيب وجوز هند آآ برضو زي ما تحبو هما طلعوا خمس وحدات من القطايف وممكن على فكرة حرقة زيادة آآ تحطوا عسل نحل بسيط لو انتو بتعملوا دايت عادي ولكن معلقة العسل ملهاش لازمة لان التحلية بتاعتها شايفين جمالها قد ايه طحفة قد ايه جميلة جدا آآ زي ما قلتلكم ممكن تشوحوها على الطاصة تاني تنشف وتقرمش لو مش عاوزينها طرية السعرات الحرارية للقطع الواحدة من القطايف خمسة وعشرين سعر حراري تقريبا فيعني شايفين سعراتها بسيطة جدا جدا ولذيذة جدا طعمها احلى بكتير من اللي بتزقيه الابيض وكمان جميلة ان شاء الله يعني مرضية ومغزية كمان اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم وقلوا رأيكم في التعليق ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة